التقى النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي مدير قسم الإطفاء العقيد طالح سلمان ومدير قسم سي بي آر ان واجرت مناقشة آلية إعداد وتنفيذ خطات خدمة الاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث الكتلوي وأوضح العقيد طالع أنه تم الاتفاق مع حكومة المحافظة على أجراء ممارسة ميدانية لفرق الحماية الذاتية الخاصة بالهزات الأرضية في مبنى المحافظة من جهته ثمن البلداوي الجهود التي تبدلها مديرية الدفاع المدني وأقسامها والتي تتحلى بدور فعال لخدمة أبناء محافظة صلاح الدين